الاصدقاء العزيزات صديقات العزيزات في كل مكان مرحبا في قاعدة جديدة وفي حلقة جديدة من فنجان أهوي مع هشنك في كم كلمة أو كم فكرة أو وجهة نظر حابب أولى في هالحلقة تتعلق بمدى التصالح ما بين المواقف والأقوال والأفعال حول هؤلاء الذين يمكن تصنيفهم على أنهم أجلانيون جدد أو أبوتيون جدد نجدهم في كل مكان في الإعلام في السوشال ميديا في السياسة في مستويات كثيرة من حياتنا يمدحون ويشيدون بشكل أو بآخر بطريقة أو بأخرى بحزب العمال الكورستاني هذا راح يكون موقف يعني موضوع موضوع هاي القاعدة فلنبدأ الأخ اللي شفتوه هو المناضر الحقوقي الوطني الديمقراطي والإعلامي رامي عبد الرحمن رامي عبد الرحمن برس كوجه حقوقي وأعلامي بشكل كبير بعد 2011 قبل كان عنده شوية نشاط حقوقي هيك عدية مش واسع حسب المعلومات اللي عندي إنه هو سافر على بريطانيا من صار 23 سنة تقريباً في براد سوريا وفي الفترة الأخيرة صار بشكل كتير موضوعي وكتير وطني وكتير ديمقراطي منحاز لحزب العمال الكورستاني بصريحة العبارة لكن تحت أردية وأغطية متنوعة الأصناف والمسميات على أساس الانحياز للشعب السوري ومنها القصص أنا يعني أريد له حوار مع وكالة فرات نيوز التابعة لحزب العمال الكورستاني وهذا الحزب مصنف كمنظمة إرهابية في بريطانيا وفي بلدان الانتحاد الأوروبي وأمريكا فالزلمة يعني وبيعرف رامي عبد الرحمن بيعرف مستوى الانتهاكات اللي بتصير ضمن قسم وانتهاكات حزب العمال الكورستاني وهو يعني لأنه كتير متصالح مع قناعته وكتير متصالح مع المبادئ اللي بينادي فيها رامي عبد الرحمن بنشوفه بالمواقف التي يظهر فيها في الإعلام العربي يستهدف يعني تركيا وهذا حق وأنا معه يعني في انتقاداته لتركيا وللفصال الإسلامية وكذلك اللي تابعة لا تركيا أنا معه في كل هالمسائل لكن أنا مش معه أنه يعني يتعامى عن فضائع حزب العمال الكورستاني وجرائم حزب العمال الكورستاني وانتهاكات هذا الحزب داخل الأراضي السورية وخارجها بحكم أنه هو منظمة حقوقية بالدرجة الأولى يعني المرصد السوري لحقوق الإنسان لكن مش بس يرصد انتهاكات حقوق الإنسان داخل الأراضي السورية لو في انتهاكات لحقوق الإنسان في أماكن أخرى كمان يعني من مهام هذا المرصد أنه يرصد هذه الانتهاكات وليس ملزما لكن من مهامه يستناول انتهاكات حزب العمال الكورستاني في تركيا ما رح يقول له حدا أنه انت اسمك المرصد السوري شو لك علاقة بالواقع التركياني فالإنسان هو الإنسان بصرف النظر عن دينه وقومه وجنسه ولونه وعرقه أي انتهاكات في حق إنسان كردي كأنه انتهاك في حق الناس جميعا يعني وفق المبدأ الإسلامي المعرض فأنا اقترح يعني استاذ رامي يعني هذا اقتراح يعني أنه تنقل مكان عملك من بريطانيا للقامشلي هذا أجدى وأنفع وأكتر هيك توازن وكياسي يعني ليش لأنه أنت طلعت من سوريا لأنه ما كان في ديمقراطية ما كان في عدالة ما كان في حقوق ما كان في حريات الآن عند أصحابك وأصدقائك وزملائك ورفاق الدرب هذا الرامي يعني في القامشلي في جنة اسماء الإدارة الذاتية الديمقراطية اتفضل انقل مقر إقامتك ومقر نشاطك وعملك وشغلك من لندن إلى لندن الأجلانية ولندن الأجلانية القسدية هي أجدى وأنفع من لندن اللي حضرتك حاليا هناك إجمالا يعني لما ينزلق الحال من الناشط الحقوقي اللي شهره مركز على رصد ادهاكات حقوق الإنسان إلى الناشط الإعلامي الآن الصفة الإعلامية تطغى على الصفة الحقوقية المبدئية الأخلاقية اللي ابتدأ بها رامي عبد الرحمن شغله هذا يعني فيما يعني أن الميل صار نحو الأمور المادية أكثر ما هي نحو الأمور القيمية الأخلاقية معروف يعني مستوى الدعم اللي بيجي لرامي عبد الرحمن من كتير من المؤسسات في هذا القصوص ومن كتير من الجهات فالموضوع خرج من نطاق رصد انتهاكات حقوق الإنسان إلى الجانب الإعلامي ورفض وكالات الأنباء بالأخبار والصور والفيديوهات والتقارير الأخبارية يعني صار رامي عبد الرحمن يترأس مؤسسة اسمها يعني المرصد السوري مش لي حقوق الإنسان المرصد السوري للإعلام غير شيء لحقوق الإنسان وحط إعلام هيك أنسب يعني هيك بتصير في نوع من التصالح والتوازن مع شغلك وطبيعة شغلك الناس بتعرف يعني يمكن في قلة قليلة بيتابعوا هذا الموضوع الفرق بين مؤسسة حقوقية تنتهك وترصد انتهاكات حقوق الإنسان وبين مؤسسة إعلامية ترصد الأحداث والأخبار وتطورات فأنت بهذا السلوك تنتهك هوية وخاصية وماهية مؤسسات المدنية الحقوقية ويعني صار عندك هلأ وكالة أنباء أو مؤسسة إعلامية في لبوس حقوقي وإنساني لازم تشيل هذا اللبس بهذا الخصوص وخلاص يعني أنت الآن أسست لحالك وعملت مؤسسة وعملت شغل وعملت بيزنس بدأت في هذا الخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والجانب الحقوقي وهالقصص خلاص بعد ما ترسخت وصار عندك شبكة علاقات واسعة مع قنوات التلفزي مع المؤسسات الإعلامية للناتقاب العربية وغير الناتقاب العربية يعني في بريطانيا وخارج بريطانيا خلاص ما عاد حدا يسأل يعني يسألك عن هذه التفاصيل حول المؤسسة اقلبها هيك من مؤسسة حقوقية صرفة بحتة إلى مؤسسة إعلامية صرفة وبحتة والمؤسسة الإعلامية مش مشكل يعني تنتهي يعني ترصد انتهاكات حقوق الإنسان كمان يعني هذا يعني من ضمن الأولويات كحدث بتشوف وبتتابع انتهاكات حقوق الإنسان لكن المؤسسة الحقوقية ما بتجي وبتحلل وتعطي تنظيرات عسكرية وتحليلات عسكرية وتحليلات سياسية حسب ما حضرتك بتساوي على شبكات التلفزي إذن الموضوع صار هاجس شو وإعلام وبزنس أكتر ما أنه موضوع حقوقي فأولا يعني نقل المقر من لندن الأوروبية إلى لندن الأوجلانية الشرق أوسطية الديمقراطية اللي ما بعرف شو ورح يساعدك أصدقائك نواف خليل وخلف داود وهذه اللونيب اللي بيتواصلوا معك من حزب الاتحاد الديمقراطي أو كذا فرح يساعدك في تقديم الوسائل اللوجستية ويعززه مكانك هنا مكانك مش في لندن مكانك تلقى مش ليه يا أستاذ رامي يعني يا هبال رامي رفيق رامي فأنت الأجدى بك أنه يعني تنتقل إلى هناك والناس بتعرف والقنوات التلفزيونية اللي بيتواصلوا معك بيعرفوا بيعرفوا الميل والاتجاه والمساء حتى في تقديري الجهات اللي بتتابع شغلك والأوضاع عن كتب بتعرف الآن طبيعة وماهية ومهام ومسؤوليات وشغل رامي عبد الرحمن يعني كمنظمة حقوقية ناشطة على الأراضي البريطانية ومرخصة وما بعرف شو كل هالقصص يفترض أن ترصد وتنتقد الانتهاكات اللي بتساويها قسد أو الإدارة الزادية الديمقراطية وتطالع تقارير موثقة تكون لصالح الشعب السوري تنحازل الشعب السوري وضحايا قسدوا حزب العمال الكورتستاني من الأكراد السوريين أنه جزء من الشعب السوري أنا بعرف أن هذا الكلام ما رح يفرق معك لأنه خلاص أنت بايع الموضوع من جهي ومحصوم بالنسبة لألك مسألة قيم وأخلاق ومبادئ ومثل وحقوق إنسان وهذا صار يعني يمكن إذا كان موجود فصار من الماضي فالأجدى بك طالما أنت بتعلن أنه أنت تنحازل الشعب السوري ضحايا الشعب السوري من الأكراد والعرب ضحايا قسدوا حزب العمال الكورتستاني لازم تنحاز لألون مش تنحاز مع الجلاد ضد الضحية بشكل مباشر أو غير مباشر هذا الموضوع يعني في تقدير يخلصنا منه بالتوازي مع هذا الأمر أي واحد صحفي باحث كاتب إعلامي موجود في ألمانيا موجود في كردستان العراق موجود في فرنسا موجود في هولندا بيجي وبربر وبيمدح قسد وبيمدح حزب العمال الكورتستاني بالحرف الواحد أقول له خراس أنت عاجبك هذا السلوك عاجبك هذا النظام عاجبك هذا السيستم اتفضل أترك البلدان الأوروبية وتفضل على القامشلي القامشلي بحاجة لأمثالك يا أيها الباحث الكبير تعال درس العلوب الاجتماعية والفلسفة في جامعة روشافا تفضل خرج الأجيال من هناك أيها الباحث والكاتب الألمعي اللي بتحكي عن المعرفة وبحر العلوم ومستنقع المعارف تفضل ارجع لمسقط رأسك القامشلي واستقر هناك وترك الأماكن اللي أنت عن بعد بتجي وبتمدح بشكل مباشر أو غير مباشر واقع الحال الموجود في المنطقة وتحاول أن تمارس دورا مضللا بحجة أنه أنت يعني إنسان قومي وإنسان وطني وسان كردي أصيل لا يتفوه بكلمة عن الانتهاكات اللي بيمارسها حزب العمال الكردستاني بفجاجه بوقاحة حزب العمال الكردستاني اللي بيحط عيونه بعيونكم كلكن ويقتل من يقتل ويعتقل من يعتقل ويطرد من يطرده كلكن ساكتين على أساس أنه انتقاد حزب العمال الكردستاني فيها هي الفترة الحساسة والحارجة هي خدمة لأردوغان وخدمة لنواف البشير وخدمة للعنصريين والفاشيين في المعارضة السورية هذا الكلام بطلو هالنفاق والدجل بطلو يعني هذا النفاق والدجل ينفع ويزدهر ضمن الحشود المؤيدة لحزب العمال الكردستاني لكن التاريخ لا ينسى مثل ما أنه التاريخ لن ينسى لي في يوم من الأيام أنا كنت من أنصار حزب العمال الكردستاني وأدعمه قبل الـ 2011 وحتى منتصف 2011 وتركت صار لي 11-12-13 سنة أنتقد هذا الحزب وتركت هذا الخندق وأذبكم تتهافتون على هذا الخندق المريع تهافت الذباب على قطعة حلوة أو شيعة فالموضوع بالنسبة لي مكشوف وموضوح وعاري فما يجي حدا ويقل لي ويزايد أنه الحقد والكيد والكلام الفاضي هذا يعني بسوء أو بساحة المواقف والمبادئ ما بيسوى خمسة فرنجات خمسة أروش يعني لكن الساحة مليئة بأمثال هؤلاء أي واحد بيمدح القصدة والبيدة من ألمانيا أو الدنمارك أو هولندا أو السويد أقول له تفضل حول كلامك إلى أفعال خلينا نشوفك هناك أنت تحمل الجنسية الألمانية أو الدنماركية أو الفرنسية تفضل أو البلجيكية تفضل أشوفك في القامشلي وفي ديريك وفي الدرباسي وفي هذه الأماكن مش تروح تمدح ليها وتزج بأطفال الناس الفقراء في الحروب وانتقاعد في أوروبا لا شغلة لا عملة غير الهوبرة والزعبرة والتضليل وأخفاء الحقائق إظهار الحقيقة وإظهار الظالم إذا كان كرديا فعليا أو معنويا الظالم ظالم يعني هذا لا يعني بأنك ضد الشعب الكردي هذا لا يعني بأنك عدو بني جلدتك مثل ما بيسوق حزب العمال الكردستاني أخي العربي أنت كمان شوف الواقع المزري في المعارضة السورية والفصائل الإسلامية أردوغان ليس يعني من المبشرين في الجنة أردوغان ليس البخاري أردوغان ليس يعني من الخلفاء الراشدين زعيم دولة يحافظ على مصالح ويدافع عن مصالح دولته أنت بالنسبة له يا سوري الموجود في هاي الفصائل التكفيرية مجرد حطب أنت يا سياسي الموجود في الاقتلاب مجرد حطب ما تعمل لي فيها هيكي أنه حامل حمى وتشيل صدام حسين وتجيب صدام حسين تركي ومن هالقصص يعني كل البلدان تحاول أن تحمي وتدافع عن مصالحها أنت يا عربي يا سوري مصالحك مع السرياء مع الأرمن مع الأكراد مع مكونات الشعب السوري هضلوني اللي رح يحافظوا عليك ويحافظوا على هويتك ويكونوا معك وفي ظهرك ضد كل الأزمات مش بشار الأسد أو الخميني أو حزب العمال الكردستاني أو النظام التركي هاي لازم تكون واضحة بهذا الخصوص اللي بيحاول يمدح حزب العمال الكردستاني من أمريكا وهو بيقبط يعني هذا مش مواقف هذا مغطى ماليا يعني في هذا الخصوص فليتفضل إلى القامشلي فلينقل يعني إدارة نورث بريس إلى القامشلي ويجي هو كمان على القامشلي هو وعيلته وقاربه وأحبابه ويقيمون بشكل دعم في هاي الجنة اللي بيمدحها مش معقول أنك تمدح الجنة وتعيش خارج هاي الجنة هذا دجل ونفاق وزيف مش معقول أنك يعني تشيد وتمدح بالسيستم وكذا وتعيش برات هذا السيستم اللي بيحب ويعشق حزب العمال الكردستاني ومفتون فيه فليأتي وليستقر فيه القامشلي ونقطة دها إذا بقي مستمرا يعيش في النمسا مثل رياض درار أو يعيش في برلين مثل فراس قصاص أو يعيش في مدن ألمانية أخرى مثل آخرين من الأخوة العرب المفتونين بعبد الله أجلان المدهوشين المفتونين بحزب العمال الكردستاني فليتفضلوا يعني أسمع كلامكم أسدأ أشوف أماكن إقامتكم وأماكن نشاطكم أستعقب خير ما أختم به هذه الحلقة إلى حلقة أخرى أو لقاعدة أخرى من فنجان آوي مع وشنك ألقاكم على خير